فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مؤخرا البنات كان الابن للمريض فكان عليها أن هذا الفيديو نضيفه ومن أمور الفيديو السابق كما تعرفون البنات هذا الوقت صعيب لأنه عندما يدخل البرد لا نبقى لاحنة ولا بالنسبة لدينا كيف يدخلنا اللبسه فضروري ما يدربنا هذا البرد فعلى ذلك الشيء لم أتمنح لكم هذا الفيديو ونتمنى هنا يربي يعجبكم هذا الفيديو وتشتركوا عندي في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد مني إن شاء الله المهم البنات هنا كما تشوفوا رأنا صباحا على النقاء من الصباح ركوا عارفين الواحد كي يكونوا عنده هكذا الضياف ولا كي يجيوا عنده هكذا الضياف فضروري ما خصنا نديروا اللمسة الأخيرة ديالنا المهمة لبنات هنا يرى هادوست على هادوشات هادو كاملين وهنا كانت هادلوقيته ديالغضاء فدخلت أنني ندير للغضاء بالنسبة لبنات اللغضي وفا ما شاركتهاش معاكم لأنني سبق لي وشاركت معاكم هكذا اللحم يعني هكذا مضغمر فقلت ما كان علاش يعني أنا نشارك معاكم بطريقة لأنك تبقى كل أخت طريقتها الخاصة المهم البنات كانت هذه هي الضيوة ديالي هادو نهار هادو كانوا عندي الضياف كانوا جايين البنات بشي باركولي يعني العتبة الجديدة الله يجعلها عتبة مباركة ركوا عارفي الواحد هكذا فش كي ينتاقل يعني يمشي الشيدار فضروري هكذا ما كي الحباب هكذا يجيوا عنده ويباركوله المهم بالنسبة للبنات اللغدة ما شاركتوش معاكم يعني بلي ديالي لأنه الإبن ديالي كان شي شوية ركوا عارفي الوليدة الصغار هكذا كي يبقوا يدورو يدورو فماكي خليوش هكذا الواحد يعني انا وياخد راحتو فماشي مشكل مهم صورت معاكم غير هادوك بعض من اللقاطات وهنا لبنات راني شاركت معاكم البسبوسة بالنسبة للبسبوسة لبنات المقادر ديالها بسيطة هنا را كندير غير نواشي في بحدهم وكندير هنا بالنسبة للسوائل راني كندير غير شوية ديال الملحة كس ديال الزيت كس هكذا ديال الحليب والفاني صافي واليوغورت وبالنسبة للسميدة را كنستعمل المتوسطة لبنات كندير الجوج ديال الكووس وكنضيف ليهم واحد الكس ديال السكر المهم كس قل الربعة قل الربعة لبنات هكذا ادي السكر صافي وكن نخلط كل شي وكنبدأ نخلط هكذا بهذا الخلط الياداوي صافي وبالنسبة للبنات را كنديره بالزبدة ورشه بالنفس يعني السميدة اللي كنت درتها بالنسبة للسميدة لبنات را كنستعمله المتوسط ماشي الفينو صافي البنات وكنديرها في الفرانة هكذا ومن بعد راها بالنسبة للسيرو ما شاركتوش معاكم لانني سبق لي وشاركت يعني الوصفة كاملة يعني شاركتها بعدة طرق هكذا على شكل طارطة فهنايا قد نخليها لكم البنات خليكم رابطة في صندوق الوصف بالنسبة للسيرو البنات را غير نصف كاس ديال الساندة ونصف كاس ديال المصف وكتخليهم بتكي غليو وكتسقيوها بهم فرا كجي البنات زوي وما شاء الله دائما أنا كنا نديرها هكذا مع قهي ومع آتي بالنسبة للقوطة هكذا والولدة الصغار حتى الابن ديالي كتعجبو بالنسبة حتى الواحد الأخت كانت شاركيها معانا باللبن فانا من هاد الفيديو هادا كان بغي نقول لها أختي الكريمة يعني سبق لي ودرتها غير في التصور يعني ما سورتاش ومشاركتاش معاكم الظروف را كوا عارفين مع جودوك الظروف اللي كانوا كنت سبق لي وقلتها لكم ومع الابن ديالي كان مريض را كوا عارفين هاد الظروف الأخيرة اللي راحنا فيها مع الإخوان ديالنا الفلسطينيين فالابنت ما ننسوهمش من الدعوات دائما ندعوه معاهم لان هادشي بصراحه محزين بزاف بزاف فما بقت شاركت بزاف لان را كوا عارفين يعني غير هادا كتجي حاجة مور حاجة فالواحد صافي كي يعني ما كيبقاش عنده المورال انه يدير شي حواجه هادا فانتمنى يعني ان شاء الله هادا في القريب العاجل هادا يعني تسجم الأمور المهم هنا يفا كنقول لها أختي الكريمة يعني جربتها هادا باللبن كتجيزوينه يعني غيف بلست دك الكاس ديالحليب كتجيزوينه ماشاء الله دابا نشاركها معاكم المهم البنز هنا بالنسبة القوتي فكنت بغيت ندير الملوي بغيت ندير بزاف ديال الحويجات واخي يعني هنا ما علمونيش الديف ديالي فدرت ليهم غير هادشي لانهم ما بغاش كنت بغيت ندير تلقهوة وندير الحليب وندير هادا قراشر ركو عارفين الواحد هكذا فش يجي عنده الضيف كيعلموا يعني كيديرشي حويجات هكذا المهم كانوا بغوا غير ذاك الشي ركو عارفين الواحد فش كي يجي هكذا كيبغوا هكذا غير يتجمع المهم هنا غدا نشارك معاكم البنات الحويجات اللي كانوا جابوا لي من هاد الفيديو هادا كان بغى نشكرهم جزيلا شكر وكنقول ليهم ان شاء الله ردها لكم في ساعة الخير هنا البنات رأى ضروري يعني الواحد هكذا فش كيمشي انتاقل شي ضرور وانه يتحول فضروري معنا نديروا له هكذا الباروك يعني نديروا له شي حاجه هكذا كان هني وهي بديك السكنة ان شاء الله جديدة تدخل عليه بالصحة والراحة فهنا كانوا جابوا لي السكر والحليب وجابوا لي هادا بالنسبة هادا وجابتهم لي احد صديقاتيها لهاد الكؤوس هادا فرح كانوا عندي الابنات كيجيوا هكذا ديال تحليات كيجي شكل ديالهم زوين ما شاء الله ها انتم غادين نوريه لكم هنا هيا يعني كيكونوا الاشكال فيهم اكتار فهذا الشكل ديالهم زوين ما شاء الله وخا كان عندي لانني انا تكسروا لي منه شي وحدين وباقي لغير شي وحدين هكذا فكنت بغى نزيد منهم وبما انهم جاءوني هكذا كهادية فصافي بلا ما نزيد منهم المهم يترى الشكل ديالهم كيجي يزوين هكذا في التحليات يعني في اي تحلية هكذا درتوهم خاصة يعني في الشهر الكريم هكذا في رمضان كيجيوا مزيونين هانتوما شكل ديالهم زوين هكذا صافي هذا ما كان البنات وهنا يرى كانوا جابوا لي هنا في هذه الميكة هذه البنات نفس نفس الميكة الأخرى الحليب والسكر وهنا كان نجابوا لي هذه الكوكوتة هذه أو هذه الطنجرة بصراحة البنات بصراحة البنات كانين يعني موضيلات اخرين اللي خرجوا جداد فكنت بغيت نشرين منهم ولكن بصراحة ما كانش بحال هادو شكل سهيا عزازين عليها هادو ما كان وخا يعني ندير في الاخرين ما يجونيش كيمة هادو لأنه هادو زوينين يعني كيجي استعمال ديالهم هكذا خفيف وضغية يعني هكذا تقضي بهم فكا قوليها ردهم لكم ان شاء الله في صاحة الخير وربي يحفظكم ويكرمكم المهم كانت هادو هادو طنجرة هادو اللي جابولي وجابولي هنعي هادو البرمه هادو البنات ديال كسيكسو فما عرفتش البنات مبقتش عاقلة وشاركتها معاكم شاركتها معاكم ججد المرات كسكسو فدبا نشاركو معاكم ان شاء الله هكذا في شي روتين اخر المهم ركوا عارفين هادو الشي اللي راه واقع ووقعوا بزافت الحوايج فكان البنات الانتقال ديالي من بعد منه جادك الزيزة اللي كان وقع اخوان ديالنا ومن بعد الزيزة ركوا تشوفوا حاجة مور حاجة فاركوا عارفين هاد الحوايج هادو يطيحوا البنات من المورال دياله فخاصة انا البنات يعني هكذا كان بغي نحاول ان نشارك معاكم يعني بزاف هكذا ديال الروتينات يعني بزاف ديال السوالح ولكن فشكة الدخلي للمواقع التواصل هكذا الاجتماعية يعني حوايج بزاف اثروا فيك المهمة البنات ما ننسوش الاخوان ديالنا بالدعاء وهنا يرا وصلنا النهاية الفيديو كانت مننا البنات الفيديو يكوننا الاعجاب ديالكم وما تنسوش شاركوا عندي في القناة باش هكذا يوصلكم كل ما هو جديد مني ان شاء الله وخليتلكم راحة الله وإلى اللقاء وصحبه الكرامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا